عسلمة ومرحبا بكم في فيديو تعليم معنا اخبار على اسماعيل الغربي هيثم حسن عمار رقيق وبرشة ملاعبية اخرين نعملو سبي فيه كيف العادة لكن اقبل هذا الكل خلينا نعطيه حق الاساس السخيري اللي جاف التشكيلة المثالية في مجلة كيكر بعد نخذها نوت 7 على 10 المجلة دي لكل جمعة تختار احسن تشكيلة نظر المردودة اللي قدموا في الجولة الاخيرة وقتل يسجل هدف ممتاز ممتاز على الاخر هو فك الكورة اطلب الكورة اطلع القدام ومركة بنتو مهم برشة ثامن بنتو لي سنا مع كولين يجعله يكون من احسن الملاعبية التشكيلة المثالية اللي جافتها الاساس السخيري هذه المرة السابعة المرة السابعة مع جيريمي اللاعب ليفاركوزن فليستا لولا خير من الملاعبية لكل اكدك القيمة والقوة متع الاساس السخيري سنا والفورما يكمل على هذا المنوال كيف الطالبي يعدي مباراة كبيرة في اخر الجولة مع لوريون ضد مونبوليا سيح تعادل لكن كيف العادة يقال له نفسه أهم حاجة بالنسبة للدفنسور أنه يربح لدويل متاعه الكل رابح خمسة على ستة دويل لوتا ودويل الفوق رابح خمسة على ثمانية وعشرة على أربعة عشر معدل ممتاز ثلاثة كور ودويل ودويل ونسبة التميرات مهمة جدا لنسبة 80% يتوى على اسماعيل الغرب ونظم المنتخب التونسيب ونظم المنتخب التونسيب لكن يمكن يمكن تأجيل تأجيل هناك مفاوضات مع باري سان جرمان يحب أن يخرج لا يوجد مرتاح هذه المفاوضات يمكن أن تجعل اسماعيل الغرب لا يأتي في المعسكر هذا الموجود لا يحسد يحب أن يرسل ويرتاح على الوضعية ويجب أن يكون على أكمل وجه لذلك لاعبنا اسماعيل الغربي في أخر مباراة مع الـ U19 يلعب ساعات مع الـ U19 مباراة ثلاثة بنتويت يأكد الخصال الكبير خصال ممتاز ويجب أن يكون أكبر من عمره أكبر من عمره فلتة كوروية ويجب أن يكون لعب 24 مباراة ويجب أن يكون مباراة بيك تشكر ويجب أن يأكد كلامي لا يستطيع أن يتحدث عنه ويجب أن يكون تشكر في فرنسا ويجب أن يكون في فرنسا ويجب أن يكون في فرنسا في فرنسا ويجب أن نعرف ويجب أن نعرف كيف يتحرك ويجب أن يكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إسماعيل الغربي سيكون صراحة هو الإضافة الكبيرة التي في السنوات القادمة للمنتخب التونسي وربي معنا كيف نتحدث عن لاعب كيف يجب أن يتحدث عنه ويجب أن يكون حديث عنه ويجب أن يحب ويخمم ويجب أن يكون ووضعية ويجب أن يكون محمد مدير منتخب مصر وقال لأنه كان يوجد لعب لتحدث عنه في 21 من العام ويجب أن نتفاوض معه بشكل مكثف لتمثيل المنتخب المصري لكن ليس بشير أنه موجود بطبيعة الفيدرات المصرية في أشوار رغم أن تقدم أكثر من الفدراسيات التونسية رغم أن تتحدث عن تونس تقنعه لذلك ان شاء الله يأتينا اللعب نذكروا أن اللعب يلعب في نادي فيا ريال سنة لعب بزوز متشوات مع الكابل سنة لعب 27 مارش وعب 11 مارش لعب تيتولير أعطى باس ديسيزين وليس قاعد يمركي ليس قاعد يوري يمكن أن يكون مستويات كبيرة برشا فيما يخص التهديف وليس قاعد يمكن أن يكون صحيح فيما يخص التوينس فمهالة إعلانية أكثر يمكن أن يكون فلتة في المستقبل ونحن نحن نحب المواهب ونسعه ونجريه بطبيعة لخاتم وفي الأخر بطبيعة لحب جينا أخوة مرحبا بي ونحب جينا طريق الخير إذا كان لعب اخر لعب عمر الرقيق الذي اعمل موسم إعارة ممتاز ويأتنى من شهم الآخر يمكن أن يشتريه الثاني مع فريق ويغن يمنع المستوى الممتازة فريق لالسونار فرحان بالشيء بهذا الشيء نحن نحن نعلم من مصدر موثوق وباتصال مع عائلتين شكلهم تواب رهب رسمي وصحيح فريق لالسونار فرحان بالإعارة اقترح عليه انه يقعد يمشي اعارة وكان ليس يقعد معه وليس يلعب تيتولير هذا هو خير انه يمشي اعارة ويلوج على فريق اخر فيما اخبار تقول انه فريق جروسور فورس في بونزليغة دو يحب عليه لذلك هذي راهي اشاعات انا اكدو لكم راهي اشاعات وبطبيعة لجون بتاعه في نيغوسيسيون مع معناها فرق اسبانية كيف كيف يمكن راهو يقعد في الشمبيانشيب مع فريق اخر وانه يلعب في البريمير ليج الحاجة المهمة بارش انه المدر متاعه متاع وايجنة هو بشخرج من وايجنة يحب بارش عمر الرقيق ومعناها وسير من الامكانية متاع اللعبة دا عنده ثيقة فيه وقالوا ان شاء الله وين بش نمشي اراو بش نهزك معايا المهم ما انتحوش من نيفو متاع الشمبيانشيب وربي وفقه لعبنا عمر الرقيق نحكيه كيف كيف على معناها محمد علي برمزان فيما يخص اللعبة دا يسمعنا بارشا كلام انه يحب يمشي البطولة الفرنسية كيف كيف فما تقارير تركية تقول انه ترابزون سبور بتبيعة بطل الدوري يحب عليه وبتبيعة كما قلنا الفيزيون معناها محمد علي برمزان انه يمشي لفرنسا لانه اسمعنا بارشا سراحة كل مركات نسمحوا بارشا فرق لنا السؤال نحن نطلحه عليكم اسكو معناها محمد علي برمزان كان يخرج للأوروب ينجم روحه ولا ينجم يفرض روحه ولا صراحة خاصة بالمستوى القاعدين نشوفه فيه من رأي محمد علي برمزان عنده ديكالي تيب باهين ملاعب بمتاز في البطولة التونسية توقف معناها احسن لاعب رغم اللي عنده ديلا كون اكبار بارشا ديلا كون بالعمور توقف قاعد يزيد صعيب انه يصلح تشوفه فيه صراحة مع التراجير تونسي ولا حتى مع المنتخب التونسي يلقى فيه صعوبات وقال لي احنا نصنعه في الجيو يلقى في صعوبات وقال لي اخو كورة بالدائر بظاهره يستهلك برشا وقت باش ياخو القرار معناه يخسر برشا ثواني الكورة تتفكر وكنترول غالط وقتاش يولي قوي وقال لي يدور فاس للكاج هذا هو بطبيعه يستغرق برشا وقت هذاك عليش؟ معناه نتصور في اللوروب توم معناه محمد علي برمزان صعيب انه ينجح نتمنى انه ينجح حتى نشوفه في المدة الاخيرة معناه من الكوب دافريك وانتي جاي لنا نحكيش عن الملعبية اللي شاركوا في الكوب دافريك الملعبية متع المليو التونسي اللي تصمعوا في البطولة التونسية حتى واحد ما نجحه والامثلة عديدة مثلا مع عرش كامال ازعائن في التراجي منجحش في سربيا كيف كيف في التراوي وقتالي كان في اليتوالب شين نمسا منجحش في الدراجي منجحش في سويسرا الشعلالي في تركيا في الجاني الساسي كيف كيف في فرنسا كما تشوف البطولة التونسية في سنين الاخرى غير قادرة انه تصنع ولا تخرج ملعبي في المليو يوفر روحه حتى في البطولات الاوروبية المشقوية برشا نتمنى كل خير محمد علي برمضان يجب ان يخدم برشا برشا على روحه يجب ان يتفادر هذه النقايص في احسن ملعبي في البطولة التونسية ان شاء الله بطبيعة ربي يوجه خير كيف نتحدث عن عصام الجبالي في المنطخب التونسي يعني برشا لم نتحدث عنه يجب ان يتحدث عن التهديف مع ناديه في البطولة اليابانية رغم خسارة ثلاثة واحد لكنه هو مركة نتحدث عنه في السنين الاخرى مع فريق 10 ماتشوات 8 ماتشوات تيتيولير لديه 2 بوت لكن في المنتخب التونسي نستحقه برشا لا يوجد برشا لا يوجد برشا نتصور في الليستة بلاستو مضمونة ونصور في الليستة 10 ملاعبي نستحقه برشا ونكملوا معنا خبير ولزوز اخبار في المنتخب التونسي تحت 20 عام اللي للاسف ادم قرب يتضرب لكي يتحرم من الكأس العالمية ربي معنا ان شاء الله يرجع فيسع للميادين ويقع تعويضه بلاعب نادي السفيقسي براكات ربي معنا ان شاء الله يقدم الاضافة رغم اللي كنت نتمنى انه نعيته ملاعبيا يلعبوا البر تحبوا لا تتكلم ان تتوجه هذا هو ملاسامين ناسيم الدنداني المكينة التهليفية نادي موناكو صحيح يمكن ان عمره ليس 19 أو 20 لكنه يلعب في الكاتيجوري وفي الاخر هذا قرار نحترمه وكما قلنا ربي وفق الجميع وننهيو الفيديو اليوم مع التصوير المساكني يقتل هذا الاستروفية في قطرة على خاطر قالوا لي في الفيديو لماذا تتحدث عن الملاعبية الخليج وانا اتحدث عنه يوصف المساكني وقرأت التصوير لك لكي نوري الملاعبية وطلعين جدد لا يعملوا البركور والمساكني على خاطر مواهب كما هذه هباء منثورة في الخليج في البطولات الضعيفة وضعيفة برشا ويشوفوا ان شاء الله مستقبلهم في الأوروبة هذا يعني لماذا تتحدث عن المساكني رب يوفق الجميع بالتوفيق لملاعبيتنا الكل كيف كيف المنتخب التونسي تحت عشرين في كأس العالم وان شاء الله زينا هذا الفيديو متعليه وان شاء الله يكون عجبكم نقول لكم بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة